لم يتوقع أكبر المتفائلين أن هذا الصبي البرازيلي الصغير الذي عانى في طفولته من شلل الأطفال أن يقهر كل تلك الظروف ويتحول لبطل من ذهب اسمه الحقيقي مانويل فرانشيسكو أجرى عمليات جراحية في قدمه لكي يتمكن من المشي فقط وليس ليمارس كرة القدم والمفاجأة أن العمليات الجراحية التي خضع لها أصفرت عن اختلاف في طول صاخيه ليصبح شبه أعرج لم يتسلل الإحباط لقلب هذا الصبي الذي لا يعرف كلمة المستحيل وعاشق قرة القدم ليتضرب ليلا ونهارا ليصبح بعد ذلك معشوخ الجماهير الأسطورة جرنشا أو اللعب الطائر كما تلقبه الجماهير حقق جرنشا مع البرازيل كأس العالم عام 1922 والذي شهد تعلقا غير مسبوقا له ولم يتخيل أي شخص مقرب منه ويعرف حكايته أن يصبح أسطورة الصامبا بعد ذلك قال عنه الرئيس البرازيلي بعد الفوز بلقب عام 1962 ليس عندنا أرز ولا خبز ولكن يكفينا جرنشا وكأس العالم وهذا هو المهم